العمرة في رمضان تعدل حجة كيف يتلذذ الإنسان بالعمرة أن يختار الإنسان الوقت المناسب للعمرة لأنه قد يعتمر الإنسان في وقت ومع شدة الزحام لا يشعر بلذة الطاعة بل يريد أن ينجز العمرة وينتهي من العمرة فاحرص أنك تؤدي العمرة في وقت تجد فيه اللذة في الطاعة ولو طالت العمرة أيضا من التلذذ بهذه العبادة العمرة أن تستحضر مغفرة الذنوب خاصة في شهر رمضان ترجع إنسان آخر ولذلك اختياره في مواسم رمضان على حسب حاجة الإنسان أيضا له أثر لا توجد فضيلة خاصة بأنك تعتمر في أول رمضان أو آخر رمضان أو وسط رمضان كله سيان لكن لما تنظر إلى حاجة نفسك هذا جيد يعني تجد نفسك أنك بعد النصف من رمضان أصابك الفتور تعتمر هنا جيد ينشطك في الطاعة يشجعك على الخير ترجمة نانسي قنقر